الرسالة من بغداد من الأخ العزيز الفاضل أبو لواء من المعلوم أن المصحف رغم التحريف الذي جرى عليه من المعلوم أن المصحف رغم التحريف الذي جرى عليه أمرنا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أن نقرأه كما يقرأه الناس فهل هذا الحكم مطلق بمعنى هل يجوز لنا أن نقرأه بدون تحريف إذا كنا في بيوتنا أو فيما بيننا وبين أنفسنا أم أن المطلق يجري على إطلاقه سواء كنا في حال تقية أو غير تقية التلاوة في المصحف أكنا في حالة تقية أم كنا في حالة لا تقية فيها أكنا في الخلاء أو في الملاء بين الناس أو فيما بيننا وبين أنفسنا فإننا نقرأ المصحف بحسب قراءة المصحف وقراءة المصحف عندنا هي قراءة حفص الكذاب وبالمناسبة يا أبا لواء فإن قراءة حفص هي من أكثر القراءات الناصبية نصبا وعداء للعترة الطاهرة نحن نقرأ بهذه القراءة هكذا أمرونا حتى يظهر إمام زماننا أما التفسير فإننا نفسر القرآن بحسب قراءة العترة الطاهرة نقرأ القرآن بحسب قراءة حفص هذا القارئ الكذاب بقراءته التي هي قراءة ناصبية ومن أكثر القراءات نصبا وعداء للعترة الطاهرة وكذابون هؤلاء الذين يقولون من أن قراءة حفص هي قراءة علي بن أبي طالب قراءة علي بن أبي طالب هي القراءة التي وردت في أحاديث العترة الطاهرة وفي ضوئها نفسر القرآن حينما أفسر الآيات في برامجي إنني أفسر الآيات بحسب قراءة العترة الطاهرة لا بحسب قراءة حفص لكنني أقرأ بحسب قراءة حفص هكذا علمونا وهكذا أمرونا حتى يأتينا من يعلمنا قرآنه الحقيقية الأصيلة إنه قرآن محمد وآل محمد رواياتنا صريحة في هذا المطلب ترجمة نانسي قنقر